السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة سنة ربعة ابتدائي يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نبدأ مع بعض الحصة الرابعة من شرح منهج اللغة الانجليزية يلا بينا كده ونكمل مع بعض شرح listen to النهاردة هناخد part 2 كنا اتكلمنا على digestive system في الفيديو اللي فات وده كان نص الدرس النهاردة ان شاء الله هنكمل النص التاني مع الجهاز التنفسي respiratory system respiratory system الجهاز التنفسي تعالوا كده ما نشوف الجهاز التنفسي بيتكون من ايه نوز الانف lungs الرئتين ودايفرام الحجاب الحاجز تعالوا ما نكمل ونشوف مع بعض بعض الكلمات التانية زي كلمة breathe معناها هي تنفس to take in oxygen and give out carbon dioxide يعني ان انت بتستنشق الاكسوجين وتخرج ساني اوكسيد الكربون نوز الانف this in the center of the face طبعا في ايه في منتصف الوجه بعد كده lungs الرئتين we have two of these احنا عندنا اتنين منهم they are inside the body طبعا هما بيكونوا ايه داخل الجسم وادي هنا مكانهم في الصورة قدامكم ايه بعد كده diaphragm الحجاب الحاجز this is a muscle under the lungs ده بيكون ايه عضلة اسفل الرئتين وبرضو هنا جايبين الصورة بتاعتها هنا ايه بعد كده pump معناها يا دخ ده طبعا فعل طبعا breathe فعل برضو verb وهنا برضو pump verb to move quickly from one place to another ينتقل بسرعة من مكان الى مكان اخر تعالوا ما نكمل carbon dioxide ساني اوكسيد الكربون طبعا ده غاز ده اللي احنا بنخرجه بعد كده في عملية التنفس اوكسجين طبعا ده الغاز اللي احنا بنتنفسه smoke دخان air هواء بالاكوني بالاكونة او شرفة طبعا البالاكونة اللي في البيت بلاد معناها دم نيجي على تصريف الافعال وزي ما قلت لكم في كل درس من الدروس انه هو مهم جدا وانه مكمل معانا لتالتة سنوية فلازما من دلوقتي نبدأ ان احنا نحفظ الافعال خاصة الغير منتظمة use used breathe breathed زي ما نشايفين بنزود بس ايه بنزود حرف د لو كلمة كانت اخرها اي او بنزود اي د لو كلمة اخرها حرف تاني pull pulled push pushed stay stayed exercise exercise move moved نيجي على الكلمات الغير منتظمة والافعال الغير منتظمة drink drank put put go went وقت في الدرس اللي فات برضو give give يعطي بعد كده عندنا بعض الكلمات اللي بتيجي مع بعض او التعبيرات المهمة move quickly from معناها يتحرك بسرعة من يتحرك بسرعة من take in oxygen معناها ايه يستنشك غاز الاكسوجين give out carbon dioxide يخرج ثاني اوكسيد الكربون طبعا هتلاقي الجملتين دول كده متصلين ببعض take in oxygen و give out carbon dioxide in the center of the face معناها في منتصف الوجه inside the body جوه الجسم throw nose معناها خلال الانف breathe in عكسها breathe out يستنشك و يخرج ايه الزفير طبعا بنستنشك الاكسوجين و بنخرج ثاني اوكسيد الكربون carbon dioxide go up و go down يرتفع و ينخفض pump blood around the body يعني يدخ الدم حول الجسم طبعا ايه اللي بيدخ الدم حول الجسم طبعا القلب heart push air out معناها يدفع الهوى للخارج pull air into معناها يسحب الهوى للداخل stay away from يفقى بعيدا عن trunk plant evoter معناها يشرب كثير من الماء تعالوا ما نكمل و نشوف بعد كده الجهاز التنفسي ده بيتم ازاي او العملية التنفسية دي بيتم ازاي we breathe through our nose احنا بنتنفس الهوى من خلال الانف the diaphragm goes down ينخفض الحجاب الحاجز the diaphragm pulls air into our lungs بيسحب الحجاب الحاجز ده بيسحب الهوى الى داخل رئتنا when the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood لما الهوى بيوصل للرئة الاكسجين بي ايه الاكسجين بيروح على الدم the heart pumps the blood around the body or around our body بيبدأ القلب بيدخ الدم ده حوالين جسمنا the diaphragm moves up and pushes the air out of our body بعد كده بيتفع الحجاب الحاجز تاني ويدفع الهوى خير الجسمنا طبعا محمل بساني اوكسيز الكربون الكربون ديوكسايد يعني الحجاب الحاجز بينزل لتحت يدخل الهوى الجسم بياخد الاكسجين ده وبيضيفه او بيحطه للدم القلب بيدخ الدم ده حوالين الجسم عشان يستفيد منه وبعد كده الحجاب الحاجز يطلع تاني ويطلع ثاني اوكسيد الكربون تعالوا ما نكمل ونشوف our respiratory system طبعا النص اللي معانا في الجزء بتاع النهاردة we use our respiratory system when we breathe we need oxygen in our bodies احنا بنستخدم الجهاز التنفسي لما نجي نتنفس احنا بنحتاج الاكسجين لأجسامنا we breathe in air through our nose احنا بناخد الهوى من خلال ايه من خلال الانف our diaphragm goes down زي ما قولنا الحجاب الحاجز بينزل لتحت it pulls air into our lungs ده بيسحب الهوى ايه بيسحب الهوى للرئة in the lungs بالنسبة بقى للرئة اللي بيحصل فيها the oxygen from the air goes into our blood الاكسجين اللي جاي من الهوى ده بيبدأ ان هو يروح فيه الدم our heart pumps this blood around our body وبعد كده القلب بيدخ الدم ده حوالين الجسم the diaphragm goes up بيبدأ ان هو يرتفع تاني الحجاب الحاجز it pushes air with carbon dioxide out of our lungs we breathe out بعد كده بيدفع carbon dioxide برا من الرئة ودي عملية ايه؟ دي عملية الزفير بعد كده عندنا الجزء الخاص بالgrammar في الدرس بتاعنا في listen to ايه هي grammar اللي عندنا في listen ده؟ عندنا صيغة الامر صيغة الامر من اسهل الكواعد اللي ممكن ان احنا ندرسها بإذن الله هنفهمها كده مع بعض واحدة واحدة وكمان لما نيجي نحل عليها الموضوع هيثبت في دماغنا يعني 100% ان شاء الله طيب اول حاجة احنا بنستخدمها في ايه؟ هي من اسمها كده صيغة الامر يبقى بتستخدم في ايه؟ في اعطاء الامر to give orders and instructions تستخدم صيغة الامر ليعطاء الاوامر والتعليمات يعني انا بقولك اعمل كذا وما تعملش كذا طيب زي ما انا قلت دلوقتي في المثال يبقى إحنا عندنا طريقتين في الأمر يبقى إحنا طريقة الإثبات يبقى إحنا طريقة النفي طب في الإثبات بنعمل إيه في الإثبات بنستخدم الفعل في المصدر في الحالة الأولية ليه اللي هو الانفنتيب طيب في النافي بنستخدم don't وبعد كده إيه وبعد كده الفعل في المصدر يبقى ده التكوين بتاعنا بتاع السيغة بتاعة الامر عندنا هنا مثال بيقول لنا drink plenty of water يعني اشرب اشرب مية كتير يبقى هنا انا بأمر البنت دي اني ايه تشرب مية كتير يبقى انا كده عرفت السيغة بتاعة الامر في الاسبات بنجيب ايه بنجيب الفعل في المصدر فقط الفعل في شكل العادي خالص تمام اللي هو الفعل فيه زمن المدارع البسيط وبعد كده بنكمل بقية الجملة طيب لو هنستخدم نافي هنستخدم don't وبعد كده برضو الفعل في المصدر نكمل الدرس بتاعنا ونشوف عندنا look read answer اللي بيقول لنا how can we have a healthy respiratory system اول حاجة لازمة ان احنا exercise نتضرب drink plenty of water نشرب مية كتير put green plants in your balcony وحط نباتات خضرة في البلكونة بتاعتك طب ليه عشان طبعا تطلع لك اكسجين وانت الاكسجين ده اللي انت هتتنفسه هيدخل الدم والقلب يدخل دم دوت للجسم عشان ايه تاخد منه الطاقة الانرجي بتاعتك stay away from smoke وايبعد طبعا عن التدخين وعن اي حد بيدخن تعالوا بينا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده في الدرس بتاعنا عندنا dictation dictation طبعا مهم جدا بعد ما نكون حفظنا الكلمات كلمات listen to انا عارف ان هي مش سهلة كلمات يعني علمية وكلمات يعني خاصة شوية بمادة العلوم لكن هنحفظها ان شاء الله برضو عشان ما نضيعش مننا اي درجات زي ما شوفنا كده في part 1 وpart 2 احنا قرينا مع بعض الكلمات كلها عايزين بقى بعد ما نكتبها نقدر ان احنا نحل التدريب ده هنكمل الحروف النقصة من الكلمات دي وهنكتب الكلمة على بعضها في المكان ده طبعا انا هنا كتب لكم الكلمات برضو مرة تانية زي ما انتو شايفين عايزكم بقى ان انتو كمان تعملوا الحروف النقصة في الكلمات اللي قدامكم دي يلا بينا نشوف general exercise على listen to على الدرس بتاع النهاردة والدرس بتاع المرة اللي فاتت اول حاجة بيقول لنا listen and write true or false طبعا قلنا في الاستماع عشان نحل صح لازم نسمع الاسئلة او نقرأ الاسئلة الاول قبل ما نسمع النص عشان واحنا بنقرأ النص نكون متوقعين ايه او نعرف ان احنا نطلع الاجابات بسهولة we use our digestive system when we breathe هل احنا بنستخدم الجهاز الهضمي لما نجي نتنفس طبعا من غير ما نقرأ اصلا السؤال ده غلط نحن بنستخدم ايه respiratory system جهاز التنفسي we breathe in air through our nose هل احنا بنتنفس الهوى للداخل عن طريق الانف طبعا صح من قبل ما نقرأ كل دي توقعات هي توقعات امية في المية صح لكن برضو هنسمع النص بتاعنا ونشوف we need carbon dioxide in our bodies هل احنا محتاجين ساني اوكسيد الكربون في اجسامنا لا طبعا وإلا ما كانش الجسم خرجوا برا في عملية الزفير يبقى برضو دي هتكون غلط تعالوا ما نسمع النص بتاعنا ونتأكد عشان نشوف اجاباتنا كانت مضبوطة ولا لا we use our respiratory system when we breathe we need oxygen in our bodies احنا بنحتاج الاكسوجين في اجسامنا مش الكربون ديوكسيد we breathe in air through our nose احنا بنستنشك الهوى عن طريق الانف our diaphragm pulls air into our lungs والحاجات بالحاجز بيسحب الهوى ايه بيسحب الهوى داخل اجسامنا يبقى زي ما توقعنا بالظبط اول سؤال هيكون false بعد كده true بعد كده false تعالوا ما نقرأ ونكمل النص من الكلمات اللي معانا دي اول حاجة برضو بنقرأ الكلمات عشان نشوف بعد كده هنستخدمها ازاي احنا عندنا اربع كلمات وعندنا تلات نقط بس يعني فيه كلمة من الكلمات اللي معانا دي هتكون مش مستخدمة اول كلمة معانا nutrients بعد كده max بعد كده true بعد كده gastric juice we use our digestive system to digest what we eat احنا بنستخدم الجهاز الهضمي علشان نهضم اللي احنا كلناه we put food in our mouth احنا بنحط الايه الاكل فيه الفم بتاعنا we note food with our teeth احنا بنعمل ايه بقى في الاكل بي سناننا ها طبعا احنا بنمضغ الاكل يبقى true in the stomach في المعدة احنا بنعمل الطعام لشكل ابسط علشان نقدر ان احنا نحصل على الطاقة منه عشان كده بنقرأ مع بعض النص بتاع الريدنج سواء في الدرس الاول او في listen one او listen to part one او listen to part two دايما بنقرأ النص الريدنج علشان لما يجينا حاجة زي دي نعرف ان احنا نستخدم الكلمات بتاعنا صحة بعد كده اختار الاجابة الصحيحة the note goes from the mouth to the stomach ايه الحاجة اللي بتوصل من الفم لحد المعدة ايه الحاجة اللي هي عضلة تحت ها تحت الرئة او تحت الرئتين طبعا دي ايه الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز we use our note to digest what we eat لسا ايه لنا حالا او احنا بنستخدم ايه الديجستف سيستم الجهاز الهضمي نقط plenty of voter المفروض هنا في صغة الامر بنستخدم الفعل يا طرف الماضي ولا مضاف لي ing ولا في المصدر ولا مضاف لي s طبعا بنستخدم الفعل في المصدر بدون اي اضافات الفعل في المصدر بدون اي اضافات فحتة زيادة ان انت لو حبيت تؤمر حد ولكن بالنفي يعني اقول له ما تعملش كذا هستخدم don't وبعد كده ايه الفعل في المصدر when the air arrives in our lungs لما بيوصل الهوى للرئتين the note goes into our blood ايه اللي بيروح ليه الدم طبعا الاكسجن كل الكلام ده موجود في الريدنج تعالوا ما نكمل مع بعض عايزين بقى نرتب الجمل اللي قدامنا دي بيقول لنا هنبدأ الاول بكلمة put بما اننا هنبدأ بكلمة put معنا كده ان ايه ان احنا نعمل جملة امرية put عندنا كلمة balacony plants your input green put معناه ايه يضع او تضع يبقى انت المفروض تضع ايه تضع green plants عايزين نشوف بقى الحاجات اللي بتكون كلمات green plants يعني ايه يعني نباتات خضرة تحطها فين يبقى حرف جر in in a your balacony يعني في بلاكنتك وبردو الجملة دي هتلاقوها كانت موجودة في الدرس اللي احنا لسه مخلصينه ده كانت موجودة في ازاي ان انت تحافظ على الجهاز التنفسي بتاعك a nose in is the face of the center برضو جملة كانت موجودة من الجملة اللي كانت معانا وعايزين نبدأ بالنوز عايزين نقول ان الانف موجود في منتصف الايه منتصف الوجه يبقى a nose is in the center of the face موجود في منتصف ايه موجود في منتصف الوجه دايما لما بنجي نكون جملة بنبدأ بالكلمة اللي معانا بعد كده بنشوف الفعل اللي معانا هو ايه بعد كده بنبدأ ان احنا نشوف تكملة الجملة هتمشي ازاي لكن هنا عشان كان عندنا جملة امرية فبدأنا بايه بالفعل from away smoke stay برضو هنا جملة امرية عايز اقول له ابعد عن ايه عن التدخين يبقى stay away from smoke ابعد عن ايه عن التدخين برضو كانت من الجمل اللي موجودة في المحافظة على الجهاز التنفسي تعالوا نقرأ النص اللي قدامنا ده ونجاوب على الاسئلة لكن برضو زي ما اتفقنا دايما نقرأ الاسئلة الاول عشان ان احنا نعرف نطلع على الاجابات بتاعتنا we need carbon dioxide in our bodies to breeze هل احنا بنحتاج carbon dioxide عشان التنفس طبعا غلط بنحتاج الاكسجين ولكن برضو هنتأكد من النص our diaphragm pulls air into our lungs when we breathe in طبعا اللي جابة دي صح الحاجة بالحاجز هو اللي بيسحب الهوى لداخل الجسم او داخل الرئتين عشان نتنفس our heart pumps blood around our body برضو دي هتكون صح لان هي دي الوظيفة بتاعت القلب where does the oxygen from the air go الاكسجين اللي بيجي من الهوى ده بيروح لفين هنشوف من النص بتاعنا what does the diaphragm do when we breathe out the diaphragm بيعمل ايه لما بنيجي نتنفس او نيجي نعمل الزفير بقى لما بنيجي نطلع الكربون داكسايد من اكسامنا we need oxygen in our bodies يبقى اول حاجة هل احنا بنحتاج الاكسجين ولا الكربون داكسايد طبعا بنحتاج الاكسجين يبقى مش الكربون داكسايد يبقى كده جوابنا اول واحد we breathe in air through our nose احنا بنتنفس من خلال ايه من خلال مناخرنا بعد كده our diaphragm goes down and pulse air into our lungs يبقى الاجابة التانية هتكون صح true in the lungs في الريقتين بقى the oxygen from the air goes into our blood يبقى الاكسجين اللي في الهوى بيحصله ايه بيروح على البلد بتاعنا بيروح على الدم بتاعنا ودي هتكون اجابة السؤال الرابع our heart pumps it around our body بعد كده القلب بيدخ الدم دا حوالين الجسم بتاعنا يبقى الاجابة التالتة فعلا هتكون صح لان هي دي وظيفة القلب انه بيدخ الدم حوالين الجسم وطبعا عارفنا الاكسجين اللي جاي من الهوى بيعمل ايه it goes into our blood بيروح لايه بيروح ليه الدم بتاعنا اهو نفس الجملة اللي احنا شفنا دي بعد كده the diaphragm goes up and pushes air with carbon dioxide out of the lungs when we breathe out يبقى ايه اللي بيعملو ال diaphragm لما بنيجي ان احنا نعمل breathe out ها الجملة قدامنا هي اهو goes up بيرتفع للاعلى وبعد كده بيزق الايه بيزق الهوى ومعاه carbon dioxide بره ايه بره ايه بره ايه يبقى اللي جابة it goes up and pushes air with carbon dioxide out of our lungs بعد كده عندنا سؤال read and match عندنا زي منت شايفين ست اجابات مع خمس ايه خمس اختيارات بس we need oxygen in احنا بنحتاج الاكسجين in ايه بقى to take in oxygen and give out carbon dioxide لقى طبعا our teeth to bump the blood or our bodies we need oxygen in we need oxygen in طبعا our bodies بنحتاجه في اجسامنا يبقى الاجابة دي to breathe معنى ايه كلمة انتنفس ايه التنفس ده طبعا التنفس معناه ان انا باخد الاكسجين وطلع الكربون داكسايد يبقى to take in oxygen and give out carbon dioxide which food with احنا بنمضغ الاكل بايه طبعا بقى سنننا our teeth the seafgis moves food to المريء بيوصل او بين ال الطعام الى ايه طبعا الى المعدة the stomach we need energy and احنا بنحتاج the energy to bump the blood or the nutrients in our body طبعا الاجابات هتكون ايه بنحتاج العناصر الغذائي ضع علامات التركية من الجملة الاتية عندنا drink plenty of water طبعا اول حرف من الجملة لازم يكون capital وفي النهاية بنحط ايه بنحط النقطة يبقى عندنا drink plenty of water عندنا تغييرين اتنين بس اول حرف capital ونحط نقطة في نهاية الجملة لان دي جملة ايه خبرية بعد كده اكتب فقرة انشاء ايه مكونة من اربع جملة مستهدمة للعناصر التالية digest chew food stomach طبعا عندنا النص ده موجود في نهاية الكتاب حاول الاول ان انت تكتب بنفسك نص وبعد كده بص على النص اللي موجود في نهاية الكتاب وحاول تكتب حاجة برضو شبيهة ليه يعني حاول تكتب الموضوع على مرتين مرة بنفسك من غير اي مساعدة ومرة مع النص اللي موجود في نهاية الكتاب عشان تشوف حاجة مية في المية بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا كده listen 2 part 1 part 2 كده خلصنا اول درسين في اليونت اشوفكم ان شاء الله على خير في listen 3 ودروس جاية كتير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة